قال مصدر عسكري سوري ان احد افراد الجيش السوري قتل في ضربة امريكية على موقع للجيش قرب قاعدة امريكية تقع بالقرب من الحدود العراقية السورية كانت دمشق قد اعلنت في وقت سابق ان التحالف الدولي ضد داعش قصف موقعا للجيش السوري بين البوكمال والتنف ما اودى بحياة العشرات بينما نفى الجيش الامريكي مسئوليته